السلام عليكم ازاي الحال معكم دكتورة سارة واليوم في الحقيقة انا جاي اتكلم في موضوع يعني طريقة مأخذي ليه وغد تكون شوية مختلفة من بعض الناس الاخرين لكن عاوزة بتكلم ببساطة كده عما يحدث لنا نحن نسيح في السودان وعما يحدث في افريغيا وعن ردة فعل العالم يعني للقصة دي طيب يا جماعة في التاريخ الحديث ده اللي هو ال400 سنة وال500 سنة الفاتر دي حصلت حاجات كثيرة وتغييرات في العالم كثيرة جدا ويعني حضارات سادة وحضارات باءة وحضارات كده والتغييرات دي نحن بنشوف في تبعاته الآن تاريخ ده ما تاريخ بس بالكتب ولكن تاريخ عنده عنده صلة بالواقع الحالي طيب الاستعباد وجاءت بعدها جرائم الاستعمار والآن في الوقت الحالي ننفس فينا جرائم الاستعمار الجديد وده كل الحاصل ده تحت ما يسمى بالإمبريالية الإمبريالية هي منظومة التي تحت تحصل كل الحاجات دي كل الجرائم دي وكل الانتهاكات دي وكل المسميات وكل السياسات دي كلها تحت مسمى الإمبريالية أو الإمبرياليزم الإمبريالية ببساطة إنه في مجموعة من البشر أو قوة معينة تهيمن بصورة من الصور على مجموعة أو مجموعات أخرى الهيمنة دي ممكن تكون هيمنة بتاعة استعمار حقيقي لأنه تزول القوة المهيمنة دي تمشي تقعد بأسلحة وبعدادة وتقعد تدير البلد موجودة في المكان ذاته أو هيمنة صفت شوية من غير استعمار هيمنة اقتصادية هيمنة سياسية هيمنة من هذا النوع ولكن كلها تدخل تحت مسمى الإمبرياليزم أو الإمبريالي طيب الإمبرياليزم دي جات من وين الأوروبين ديل بعض العصور المظلمة اللي مروا بيها اللي هي في القرون من القرن الثلاثتاشر تقريبا من الاربحتاشر لحد القرن السلطاشر حصلت لهم حاجات غيرت من مسار أو توجه حياتهم كبشر وفتحت عليهم آفاق جديدة أوكي والتغييرات الحصلت في الحياة دي من ضمنها مثلا قدرتهم على إنهم يبحروا القدرة على الملاحة والإبحار بقى في أدوات مساعدة بتخليهم إنهم يطلعوا ويمشي يبحثوا عن أراضي جديدة ويستكشفوا وكده ودبين الحياة أنت محتاجة مثلا في حاجة زي دي أنه أنت تكون عندك خرائط للبحار دي والحاجات الجديدة تذكروا أنه في العالم في الزمن داك ما في حكاية أنه عندك حاجة تورك تمشي وين ولا جاي من وين ولا البلاد معروف لا 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 كل زول كان قاعد في حتته ولكن الأوروبيين ابتدوا يطوروا في قصة الملاحة والقدرة على الإبحار لمسافات بعيدة وهذه الطريقة أو هذا الأمر أدى إلى أنه اكتشفوا أراضي جديدة اكتشفوا أمريكا وجو هنا لأفريقيا برضو ومشوا لحد آسيا بهناك اكتشفوا أراضي جديدة اكتشفوا أنه في ناس تانين في العالم دا غيرهم يعني واستعادهم على ذلك أول حاجة أن السفن بتاعتهم سفن بقت مصممة تصميم كويس بقى عندهم البوصلة البوصلة دي كانت اختراع مهم جدا عشان يقدروا يمارسوا الملاحة بتاعتهم بصورة كويسة والخرائط بقى عندهم خرائط الدقيقة بل مستوى طبعا الموجود السع لكن دقيقة بحيث أنه ما بيصروا للحطة اللي هم دايرين من الحاجات التانية اللي برضو ساعدتهم إنهم يكون عندهم هيمن كده إنه في الاختراع الاختراع بتاع البندقية Firearms دا أداهم سلطة أداهم قوة على غيره من الشعوب يعني إنت لما تمشي أرض جديدة دائما في ناس native ناس أصليين قاعدين هناك ما حيسمح لك أنت كغريب جاي من برا بس تدخل تشيل حاجاتهم وتتيطر عليهم مبتع لازم يكون عندك عليهم غلبة الغلبة دي جاد بشنو بالأسلحة الناعة أنا من ما سأذكر تواريخ دقيقة ولكن أنا دعونيكم القصة بتاعة الإمبريالية دي والهيمن الأوروبية دي جات من وين أوروبا هي السلطة أو المهيمنة على العالم في لحظة من اللحظات بالمناسبة يعني كان في حوالي 84 إلى 85 في المية من العالم تحت السلطة أوروبية رغم أن أوروبا دي من أصغر الغارات في العالم أصغر منها فقط أستراليا صغيرة جدا من ناحية مساحة ولكن في بعض الظروف ساعدتهم كشعوب إنهم يمشوا لقدار أسرع وإنهم يكون عندهم غلبة على ذلك طيب في الأول لما هما فتحوا المناطق الجديدة دي وبتاع بيقى فيه زي بوم كده بتاع زراعة قصب السكر والقطن والحاجات دي في أمريكا سواء الجماليوبية ولا الشمالية وفي بعض الجزر الكاريبية والحاجات دي دي مناطق اكتشفوا إنه ممكن يزرعوا فيها مساحات شاسعة والمنتجين القطن والقصب السكر دي كانوا والتبغ برضو لحد كانوا مفيدات جدا وبالتالي من ناحية اقتصادية وبالمناسبة القصة دي كلها بتجي تزل في النهاية للثروة القروش الاقتصاد وكي يقول لك سياسة وما بعرف القصة الشنو الحقوق الشنو الكلام دي كله اقتصاد الاقتصاد هو المحدد الأصلي والرئيسي لأي حاجة عمل الانسان بالذات في الفترة اللي احنا استعرفين فيها الانسان ده يخطط كيف المهم نرجع فلما نكتشفوا هذه الموارد ويكتشفوا هذه الاراضي ويكتشفوا انهم محتاجين ناس يشتغلوا في الاراضي حاولوا يستغلوا حاولوا يستغلوا الناس الناس الاصليين اللي هين ناتف امريكا عشان يشتغلوا ليهم الناتيب امريكا ما قدروا اول حاولوا كانوا بيموتوا بأعداد كبيرة نتيجة الامراض اجابوها الاوروبيين نفسهم وثاني حاجة تحملهم لهذا النوع من العمل كان ضعيف حاولوا يجيبوا حاجة اسمها indentured workers اللي هم دي الناس داخلين في عقودات وديون وبيشتغلوا عشان يسددوا ديونهم يجيبون من الهند ويجيبون ما بعرف من من اوروبا زعتها ويجيبون من حتات كثيرة لكن ديال برضو ما 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 كانوا بالفعالية المطلوبة يعني ستيل الطلب كان اكتر من من الانتاج ده اللي خلاهم يتجهوا لأفريقيا وبدأت الجصة بتاعة المتاجرة في العبيد من أفريقيا والأوروبيين كانت بتركيزهم على المنطقة الغربية غرب أفريقيا ليه غرب أفريقيا لأنه أول حاجة بيعرفوها هي في الطريق لآسيا وفي الطريق لمبعد الشنو لأنه المنطقة يتمشي آسيا من أوروبا بيتمشي عن طريق كيب تاون اللي الراسة الرجاء صالح بهناك طيب بيعرفوا غرب أفريقيا وبالتالي يوم البرتغالين دالهم بدوا بدوا القصة بدوا يهاجموا المدن الموجودة في غرب أفريقيا وعشان يعملوا حصون ويعملوا قواعد لتجارة العبيد ولكن هما نفسهم ما كانوا بدخلوا جوا أفريقيا عشان يجيبوا العبيد لا كانوا بيستخدموا أفارغة للأسف يعني الأفارغة هما اللي كانوا بيمشوا يصطعضوا أو يقبضوا العبيد ويجيبوهم لهم في المدن دي وهي المدن الساحرية ومناطق الساحرية عشان يتم يودوهم لأمريكا ولأوروبا ول الجزر الكاريبيانس والحطات دي دي اسموا Transatlantic Slave Trade طيب ليه ما كانوا هما بيدخلوا لأن أفريقيا صعبة عليهم طاردة أول حاجة في أمراض في أفريقيا بالزاتة ميلاريا مثلا دي بتكتور متوال ووالوكيد داك ما كان في علاج الميلاريا فيبقى كانوا مضطرين ينتظوا في الساحر يجيبوا ليهم البضاعة وهما يفاصلوا التجار المحليين اللي هما أفارغة ويشتروا منهم البضاعة ويودوا البضاعة دي بعد ذاك لأوروبا وأمريكا وباقي المناطق كده مشت القصة دي اللي هي دي قصة تجارة العبيد والسبب اللي خلى الأفارغة مطلوبين إنهم أقوى جسدين وإنهم يتحملوا أمراض عندهم مناعة من أغلب الأمراض التروبيكال دي الأمراض المدارية والاستوائية دي وكده يعني فكانوا مناسبين جدا لعملية الزراعة حكاية استمرت سنين طويلة جدا مئات السنين وملايين الأفارغة اللي هما في العمر آبتاء المنتج رجال ونساء لما كانوا عاوزين رجال أكتر مركزين على الرجال لأنهم دارين عمالة ولكن رجال ونساء حوالي 12 مليون أفريقي في عمر الإنتاج وأقوى الهناية لأن الضعفاء ما كانوا بيأخضون كبار السين ما كانوا بيأخضون الكديان كانوا بيختاروا الأقوياء القادرين على العمل ويشين ونودهم دهما في ملايين في ملايين طبعا ماتوا في السكة في الرحلة الرحلة دي ما كانت آمنة المهم استغلوا أفريغيا والأفارقة بهذا الغرض طيب ممكن زولي سأل يقول يعني بس كده ساكد كده يعني أنت بيب كله بساطة تفترض أنه من حقك تقي تعمل كده لا حكاية دي تم يعني التمهيد لها في عقول الأوروبيين بكثير من الرسائل أقنعوا شعوبه لأنه الناس ديل برضو كان عندهم نوع من النظام وكان عندهم أنظمة سياسية وكان رأي الشعب بيهمهم يعني ما كانوا توتلي في حالة بتاع تفاوضة لا عندهم نظم سياسية ونظم حكم وإنت عشان تجنب غضب الشعب وإنهم يقوموا عليك وبتاع فبتقوم تحاول تقنعوا تتحدث معاهم فالإقناع ده يبقى إنه شنو أول حاجة أقنعوا الشعوب إنه نحن كبيض وكوكازيين كوكازيين نحن الشعب الأسمى أو الشعوب الأسمى في العالم نحن متحضرين نحن الفاهمين ونحن من مسؤوليتنا مسؤوليتنا الأخلاقية تحتم علينا إنه نحن نمشي نساعد الناس دي ونرفعهم مثلا من حتتهم أو إنه الناس دي إنه نحن نخطف فيهم دي ما زينا ما تبتكروا إنهم ناس زينا ليه دي الأدلة مننا بشرية شفتوا الرسائل دي ودي لحد دي نحن بنعاني مننا طبعا ولكن دي الرسائل اللي استخدمت لتبرير جريمة العبودية أوكي وده السبب اللي بيخلي إنه كان فيه انتهاكات كثيرة جدا لهؤلاء البشر ومعاملة زي الزفت طبعا مبني على هذا الفهم أنت طالما أنا ما انتظرتك إنسان عملك هيا حاجة ما في مشكلة طيب استمر هذا الوضع لفترة طويلة بعد ذاك بدت الثورة الصناعية و أصل المكنات بدوا يستخدموا مكنات أو الآلات في الزراحة فأصبحت احتياج للأيدي العاملة في الزراحة أقل بيقوا محتاجين صناع ولكن هما مدار يستخدموا هؤلاء الزنوج المستعبدين يعني في الزراحة في الصناع عادي عاوزين يستخدموا الأيدي العاملة الموجودة عندهم وكذا ويعتبروا أنها أحسن وكذا المهم فبدأت تبدأ القصة تاعة أوقف العبودية وأوقف الشنو دي ما جات لأن الناس بيقى عندها ضمير لا 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 لأن بس الاحتياج اليوم قل بيقوا ما دار النوع زي زمان بيقى عندهم أساليب أخر وطرق أخر وبيقى عنده في توجه آخر بالاقتصاد آخر بدل الزراعة بيقى الصناعة مثلا فالصناعة دي بيقى هي التوجه الجديد وبيقوا محتاجين شنو أنت لما يكون عندك صناعة محتاج شنو محتاج موارد أولية محتاج معادن محتاج مطاط محتاج قطن محتاج قصب محتاج حاجات زي والموارد دي غالب موارد طبيعية قاموا عمل شنو موارد الطبيعية دي موجودة في العالم كله موجودة في أفريغيا موجودة في آسيا موجودة في أمريكا الجنوبية مفروض كده بنفس الفهم بتاع إنه نحن سوبرير نحن أفضل منكم ونحن كشعب شعب مختار ونحن المطلوب مننا ننشر الحضارة وننشر الدين وننشر الفهم وننشر العليم محتاجين لأنه نحن أصلى الحضارة بالرسائل الراسخة في عقول هؤلاء الأوروبيين وجاثم قمت لهم أمريكا طبعا بعد شوية بعد ما اتحرروا أمريكا بعد ما اتحرروا تنضمت للحزيب ده فده الفهم اللي بيطلعوا منه وبدت بعد جريمة العبودية بدت جريمة الاحتلال والاستعمار بنفس الفهم وبنفس الطريقة المرة دي بزادوا من الوتيرة بتاعتين نحن ننشر حضارتنا ومعرفتنا دي عند الناس دي دي الناس متخلفين بجم ونحن ننشر حضارتنا عندهم هو في الحقيقة ده ما الغرض طبعا الحقيقة انهم ماشيين يستغلوا موارد هذه المنطقة فالاستعمار الأولي كان انه يشيل جيشه ويشيل ناسه ويشيل الادارة بتاعته يقعد في الحطة ويسيطر عليها ويديرها ويستهلك الادار يستهلكه ويستعبد أهلها لأنه انت في بلدك يجوغ من بر الأوروبيين دي يقعدوا وانت تعتبر مواطن درجة ثانية أو درجة ثالثة في بلدك هم المحدة تستمحى ويبنوا البيوتة الكيف وأهل البلد في خدمته ده كلام طبعا ممكن يتكلم عنه في كتاري لكن ده الحاصل الاستعمار قاعدة الدول الأوروبية دي قسمت العالم وكل دولة أوروبية شالت ما شالت في أفريغيا وفي آسيا وفي أمريكا الجنوبية وفي غيرها تقسموا العالم بعد شوية بقت قصة الاستعمار دي المكلفة انت ما نعي وخاتي جيوش وخاتي ما بعرف الإدارات وناس قاعدين ويسافروا ويجوا فدخلوا في المرحلة الجديدة اللي هو الاستعمار الجديد بتاع إنه أنا أسيطر عليك أول حاج أخذت لي حكومة حكومة محلية من ناسك ذاته لكن أنا حكومة دي تحت يدي أنا بحرك بابت اسمها بابت government بابت governors أو kings أو أي حاج زي التحرق الهناي أي حاجة أنا دائرة بعمل لي الزول دا أو الحكومة دي ليه؟ لأن الحكومة داك تستفيد هي ذاته ناس فاسدين ما يهمهم أهلهم ولا يهمهم أي حاجة دارين يستفيدوا بينهم عندهم مركز وسلطة وبقروش ومتعرف ومتعرف يشوفين نفس الوقت الأوروبيين دي بيمشي إنهم وبيعملوا داير إنهم بالبلد أوكي والحكاية دي قبل ما يعني نقول لك مثلا استغلال السودان 1-1-56 اخي استغلال السودان شو ما اخي السودان استغلوا ولا حاجة خلوا لينا النخبة اللي بتكلموا عنها دي خلوا علينا ورسوها القصة ومشو وليه السعدي نحن في القصة دي أوكي يبقى مصالحهم اللي هي المصالح الاقتصادية والسياسية موجودة وقاعدة ما بشك حدا بس هما فيزيكالي بس جسديا طلعوا لكن خلوا وراهم ما يضمن استمرار سلطته وهيمنته على هذه البلاد وده الشركة اللي نحن قاعدين فيه لحد دي في حاجات بيقى تحصل من وراء الكواليس ما في واحد بيطلع بيقول أنا مسيطر على السودان وأنا عندي مصالح في السودان مصالح دهب وبترول وأراضي ما في زول بيقول كده لكن ده السبب اللي بيخليك انت تتدقل في شؤوننا ونقرتك دي ماذا تطلع من البلد بتاعتنا وانه انت تشجع على الحكومات الفاشية بالرغم من ادعائك بينه انت عاوز ديمقراطية وعاوز حقوق إنسان وعاوز دي ماذا تتدقل دي ماذا تتدقل نحن بالنسبة ليهم كبشر لا نعتبر في نفس مكانتهم ولا هم بهمهم والدليل على ذلك يا جماعة إنه نحن دلوقت عندنا آلاف البشر بيموتوا يوميا أو ماتوا من بداية هذه الحرب وما في زول هامي وحاجة يعني منظمات الحقوقية والمنظمات الدولية والبتاع مرة مرة كده واحد يطلع يقول الله ده ما مفروض يحصل والله حقوق الشر لكن هو في الحقيقة ده كلام ساكن ده كلام ساكن ده كلام ما عنده أي صلة بالخطة الأصلية للسودان أو لأفريغيا أي دولة في أفريغيا لما قام الشعب السوداني قال دائر حقوقه الحكاية دي هزت عروش كثيرا وهزت مصالح كثيرة وكل هذه المصالح لما حست بالخطر تآمرت على هذا البلد عشان يرجعوه تاني لحضن هذه الإمبريالية فإبقى خلاصة الأمر إنه نحن لسه تحت هيمنة هذه أو هذه المنظومة الإمبريالية ونحن كشعوب عالم ثالث عشان تطلع من تحت هذه المنظومة محتاج شغل كثير جدا جدا وشغل نحن يعني صراحة ما أعرف إحنا قدروا ولا ما قدروا ولكن ده اللي نحن محتاجين و اللي أنتوا شايفينه دلوقتي بحصل في السودان ده ما حصل لأنه الجنجويد قام فجأة يعني غرروا لا لا ده حاجة تخططت و سمح بحدوثة و مستمر هذا السماح لحد دلوقتي و حكوماتنا للأسف متآمرة مع هذا النظام لأنه هي مستفيدة فائدة شخصية و أنا ده ما دعنا أدخل في تفاصيل زي دي لكن تآمر واضح وشايفينه نحن يعني الحاجة التانية إنه لما تسمع إنه مثلا فرنسا دعت لمؤتمر ما بعرف فرنسا دي عندها غرض واضح جدا بالمناسبة في السودان بجانب إنها داخل في قصة الدهب والكلام ده عندها غرض في مشروع الجزيرة والحيات اللي بتحصل دي ما تفتكروا إنها بتحصل ساكت يعني شوف طلعوا الجنجويد الجنجويد طمعا هما هما فاكرين إنه عندهم قضية وهما سعب حرب جنجويد وعرفين إنهم هما بس يعني أداء وأداء غبية بيستخدموا فيها ضد أهل بلدهم ولكن ليكن تفتكروا إنه لما نجويد دي قاموا تخمخموا اتلملموا وقالوا نحن ماشيين مدني وقاموا دخلوا الجزيرة الكلام ده كله صدفة بلا تخطيط ساكت كذي ده بس هفت شارب ليش تجارة بنقو هفت ليو لا لا دي حاجات كلها عندها أساس عندها أساس عندها خط في زول ده اليوم أعملوا كده نحن دائرين أنكم تمشوا الجزيرة دي وتعيسوا فيها فسادة لما الاهلا يطلع يخلوها لأنه في دولة زي فرنسا عندها أطمع في هذه الأرض وفي هذا مشغول لما يكونوا بيرتقبوا في المجازر في دارفور في مناطق معينة عشان يطلعوا أهلا لليه لأنه فيها ذهب ولأنه فيها سروات أخرى يورانيا موكدة وبحاجة زي روسيا ولا فرنسا نفسها ولا الإمارات دائر النام أوكي ولكن نحن كلمة إمبريالية دي الناس استهلقوها يمكن ولكن هو ده النظام الإمبريالي بقى على أصله ونحن دلوقتي تحتو وبينفز في الخطط بتاعتهم والخطة الكبرى إنه هذه الإمبريالية ما هتخلينا في حالنا هذا النظام مبرمج على أساس إنه نحن نكون تحتو كده فر إبر فيلا يا سودانيين أقعدوا كده فكروا وشوفوا إنتوا شكلكم في والله أنا مع الجنجويد والله أنا مع السوداني ما تعرف الجيش السوداني والله ده كلام فاضي ده كلام فاضي إحنا مفروض نفكر في إنه السودان بلد كامل نطلعه كيف من تحت الحكاية دي نحن كيف كشعب نرتقي بأنفسنا عشان نقدر نجيف له هذه القوة اللي قدامنا وبالمناسبة السح السح باللحظة دي صوتكم مهم جدا صوتكم مهم جدا عشان توروهم إنه إنتوا ما قابلانين بالحكاية دي يعني حكاية دي إنه الناس منقسمين نصين واحد مع الجنجويد واحد مع الهناي دي دي حضرنا ضرر بليغ ضرر ضرر حد الضرر أوكي لأنه إحنا مركزين مركزين في شنو في النظرة الضيقة زي الزول لما يكون في غابة جو الغابة لما تكون جو الغابة بتشوف الشجر دي والشجر دي بتشوف لك عشر شجرات لقدامه بتاع لكن الزولة الشايفة النظرة الحقيقية أو المنظر الحقيقي للغابة هو الزولة بيشوف من بوك يعني كده عارف الغابة دي ممتدة كيف في حتات عريانة في حتات مليانة في حتات كده مفروض أسوي شنو بتاع ده بخط ده القائد فإحنا طالما طالما بنعاين للشجر دي والشجر دي وده حد النظر بتاعنا النظرة الضيقة ما حنمشي لكده ما حنمشي لكده ما حنمشي لكده القضية دي القضية دي داير الليدر وليدرس وكلنا ممكن نكون ليدرس نعاين من فوق للغابة من نظرة البرد البرد آي فيو اللي هين من فوق أنت شوف الحاصل دا عشان تفهم الخطة شنو المؤامرة شنو وإيه وراء كل اللي بيحصل دا أنتو بتشوفوا التفاصيل وما فاهمين القصة كلها شنو ركزوا شوية وركزوا في البلد وفي نفسكم وفي حقكم أكتر مما تركزوا أنا مع منه ولا السياسي داقى الشعاني ولا الجيش كتل منه ولا الجنجوي تحيجيبه ليش شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم